أستوى أسمى هو كيمشي يصلي عليش يصلي مع الجماهير ليش؟ الرئيس يصلي إمام يصلي مع الجمهور ماذا ماشي؟ هذه عقيدة من العقائد عقيدة من لأحد الطرق الإسلامية أو الأحزاب أو الدعوات الإسلامية حسب التحرير الرئيس أو القائد أو الكبير أو الشيخ هو اللي يصلي هو الذي يأم الناس هو الذي يأم الناس الرئيس عنده علاقة بحزب التحرير؟ أنا أعتقد مع احترام إلى حزب التحرير وعندهم شباب حلوين وواضحين وواضحين ونحتربه لأنه قارة وكاتب حقيقة لا واضح تعرفت أنه هم ضد الديمقراطية ويعتبروا أنه بتشريطاني وممعشور ويعتبروا أنه ويعتبروا أنه ما يعترفوش بالاستقلال وهذه كلها علامات تؤدي إلى ما يحتفلش بعيد الاستقلال ضد الديمقراطية ضد البرلمان ضد الحزاب ضد الحزاب وهكذا وهلهم مجرد عداهم لأخوة المسلمين عداها شنيعة من الأربع عينات لأنه هم أبناء فكرة واحدة هم مرجعيتهم الوحيدة هي إعادة الخلافة هم مختلفين مع الأخوات المسلمين لأن الأخوات المسلمين هم متاع الأمريكان اللي يمشوا مع الديمقراطية والليبرالية وهدوك بقوه مع الإنجليز هي الملاكية ودر الخلافة ومفيش عذاب ومفيش كده حزب التحرير كان لدينا زعامات مثلاً العكرة المات في 62 من حزب التحرير الشيخ البدوي هو قاد حزب التحرير جماعة الطالب الزيتوني هو حزب التحرير كان لدينا موجود وكان قوي هذا اللي زعيبه هو النبهاني سابقاً موجود في الباكستان بقوة موجود في الديونيسيا بقوة موجود في بريطانيا في باليزيا حزب التحرير عنده حضور هو أكبر عدو كل أخوة المسلمين هو وعداء المسلمين أكبر عدوهم هو هو لأنه رأوا الطيف الإسلامي رأى برشة تنظيمات وبرشة تنميعات كما الماركسية